السلام عليكم بحضرتك وبالسادة المتابعين أهلا ومرحبا عايزنا نعرف من حضرتك كده في الأول ما هو الإحسان وكيف ذكره في القرآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الإحسان في الإسلام هو إتقان العمل الذي يقوم به المسلم طيب الإحسان في حد ذاته أو في أصله يعد مرتبة من مراتب الدين السلاسة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان والإحسان يعني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فإنه يراك نعم والقرآن الكريم أورد أكثر صفات الأنبياء عليهم السلام والعباد الصالحين أنهم كانوا محسنين بل وأمرنا سبحانه وتعالى بالإحسان شوفي رب نبي أولئه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكذلك ورد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن كذلك نجزي المحسنين طيب الإحسان عند بعض الناس حضرتك بيفهموه اللي هو المن إن أنا أعطيك شيء أو إن أنا أتصدق عليك بحاجة لا الإحسان مش كده يعني فيه أنواع للإحسان يا دكتور نعم بص حضرتك الإحسان أولا زي ما اتفقنا هو التجويد في الشيء هو إتقان العمل الأنواع إحسان مع الله بالعبادة وإحسان مع النفس بالمجاهدة وإحسان مع الخلق بحسن الحوار بالقول وبالفعل نعم وإحسان مع الحيوان يا سلام حتى أن امرأة دخلت النار في هرة حتى الحيوان أحسن إليه نعم يشوفي كمان حضرتك سيدنا الإمام الفضيل ابن عياد رضوان الله عليه يقولك لو أنت حققت تمام الإحسان كله وكانت لك دجاجة وأسأت إليها فكأنك لم تحسن من الأمر شيئا خلاص ما تتصفش أبدا بأنك من المحسنين الإحسان داخل في كل شيء في تعاملك الإحسان مع الوالدين بالبر إليه الإحسان مع حتى الحيوان شوف نشوف كده أيام العيد بعض الجزرين للأسف بينحروا يعني يدبحوا قدام باقي الزبيحة قدام حرام لا مش كده بس ده يخلي الزبيحة كمان وقفة ويغفلها ويروح دبحها تعالي شوفي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه عن الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء ربنا كتب عليه الإحسان حتى مع الجماد كان الصالحين يقول لك لما تيجي مثلا تفتح الباب وتقفله ما تقفلهش أوي ما تغبطش الحاجة ليه؟ حتى الجماد لأنه يسبح الله عز وجل أدب أدب الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الزبح وليحد أحدكم شفرته فليرح زبيحته شوفي يعني حتى ينيمها ويزبحها مش يخليها وقفة ويزبحها حرام يقول لك أو يزبح زي ما حضرتك قلت قدام الزبائح لا حرام حرام هذا ليس من الإحسان طيب يا دكتور خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقنا مستمعين رجعنا لكم تاني ولسه معنا دكتور محمد حسن معاد القادي الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا جامعة إندونيسيا بجدد الترحيب بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا وبالسادة المتابعين أهلا وسهلا إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الإحسان نعم أنا عايزة أعرف من حضرتك يا تقول لنا قصة كده تبين جزاء الإحسان أحسنت أولا جزاء الإحسان ذكر في الكرآن نعم شوف ربنا بيقول إيه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني سبحانه وتعالى لما أنت تحسن لحد ربنا يحسن إليك حتى إحسانك حتى إحسانك مع الله بالعبادة فإحسان الله إليك بالجزاء وبالعطاء مش شرط يكون العطاء زي ما الناس فكروا أن العطاء ماد لا هو لما ربنا يقذف في قلبك الإيمان عايز إيه تاني أن تؤمن بالله عز وجل تبقى عندك يقين تام كلنا مؤمنين بالله لكن محتاجين حتة اليقين حتة الحب لله عز وجل حتة إن أنا أبقى متوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين طيب يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك ليه ربنا وصف سيدنا نوح بأنه كان من المحسنين السبب نعم أحسنت شوفي سيدنا نوح حضرتك دعا قومه كم سنة؟ ألف سنة إلا خمسين ده كده الصفة الأساسية هنا إيه؟ صبر الله ينور على حضرتك صبر نعم لكن شوف ربنا عدل عن الصفة الخاصة بسيدنا نوح إلى وصف عظيم خلاه يصبر على قومه المحرك الدافع الأساسي للصبر كان إيه؟ كان الإحسان نعم كان الإحسان لذلك ربنا قال إيه؟ في حق سيدنا نوح سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين ما كان قال ربنا إن كذلك نجزي الصبرين لا قال إن كذلك نجزي المحسنين كده الصفة الأساسية هو أنه جود وأتقن في العمل لله عز وجل لذلك كان من المحسنين دكتور محمد حسن معاد القادي الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا جامعة إندونيسيا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا شكرا الله لأن حضرتك تختملنا الحلقة بدعي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب لك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد إذا رضيت يا رب لك الحمد بعد الرضا يا رب لك الحمد أبدا أبدا اللهم عافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم نور بصائرنا اللهم فهمنا الدين وفهمنا الإيمان وارزقنا الإحسان في القول والعمل ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم